من مصر إلى أرمينيا الرئيس سيرج ساركسيان رئيس أرمينيا استقبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر مصر اللي بتزور أرمينيا للمشاركة في جلسة اللجنة الحكومية الدولية المشتركة بين أرمينيا ومصر بشأن التعاون العلمي والتقني الرئيس ساركسيان أشار إلى العلاقات التاريخية والثقافية الرائعة بين الشعبين الأرميني والمصري والتي تبدأ من العصور القديمة مؤكدا أن هذه العلاقات دائما كانت مميزة وصادقة وأن هناك ثقة متبادلة كانت دائما عالية وبعدها أقيمت طبعا علاقات دبلوماسية وثيقة بعد طبعا ما حصلت أرمينيا على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وساركسيان أشار أيضا إلى لقاؤه مع الرئيس عبدالفتاح سيسي وطلب من الوزيرة نقل تحياته الطيبة للرئيس السيسي الوزيرة سحر نصر قالت خلال لقاء أن مصر مهتمة بشأن تعميق العلاقات مع أرمينيا في التجارة والاقتصاد والاستثمار فضلا عن إشراك القطاع الخاص في كلا البلدين في عملية التعاون أكدت أيضا الوزيرة أنه تم التوصل في إطار اللجنة الحكومية الدولية إلى اتفاق لوضع خطة عمل يتم بموجبها تنفيذ الاتفاقات المبرمة للتوصل إليها وأشارت إلى أنه بعد عودتها إلى مصر ستعد تقريرا وتقدمه للرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيارة. كل التحية طبعا للشعب الأرمني الصديق. وطبعا إحنا كان لو حضرتكم فاكرين كنا كان عندنا فقرة خاصة وفيلم عرضناه بعنوان إحنا الأرمن المصريين أو إحنا المصريين الأرمن عرضنا هنا وصدفنا مجموعة من أبطاله في رأي عام وعملنا صهرة جميلة لبعض أفراد الجالية الأرمنية هنا في مصر اشتركوا في القناة